أهلا أحبانا مشاهدينا في كل مكان يقول الكتاب المقدس في رسالة يعقوب الإصحاح الخامس بصيغة سؤال أمريض أحد بينكم فليدعو شيوخ الكنيسة فيصل عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب وصلاة الإيمان تشفي المريض والرب يقيمه وإن كان قد فعل خطية تغفر له هذه واحدة من الآيات المهمة جدا اللي بتتكلم عن الشفاء الجسدي والشفاء النفسي وبالطبع الشفاء الروحي ولابد أن تأخذ في سياق الحديث لأنه بيتكلم عن مشقات وبيتكلم بنفس الإصحاح عن التجارب وعن تحديات كثيرة وبالنهاية أمريض أحد بينكم بسبب كل هذه المواجهات وهذه الظروف الصعبة ولاحظ كلمة الله بتشدد على العمل الكنسي لأنه غرض الله هو في الكنيسة المحلية اللي تقدم هذه الممارسات الروحية لشفاء جسد الرب الكامل من كل النواحي حتى يكون شفاء متكامل الجسد كله والكيان كله من ناحية روحية من ناحية نفسية وطبعا من ناحية جسدية وهون بيسأل أمريض أحد بينكم وكأنه المفروض مش لازم يكون في مرض مع كل هذا يوضح الكتاب المقدس أنه الناس عم تمرد والمرض بيجي لأسباب عديدة إما أسباب شخصية إحنا بسبب عدم الانتباه أو بسبب الخطيئة أو بسبب يعني المناخ كله ملطخ بالخطيئة فمعرضين لكل أنواع الخطايا وكل أنواع الأمراض ولكن الغرض هون مش أعالج شو أسباب المرض أو شو أسباب الخطيئة ولكن هنا بيتكلم على شيء جميل جدا بيتكلم عن الشركة المسيحية بيتكلم عن القيادة المسيحية وبيتكلم أنك تروح في المكان الصح وأنه الأشخاص الصح هم اللي يصلوا من أجلك أمريض أحد بينكم فليدعوا شيوخ الكنيسة يعني القيادات الروحية في الكنيسة اللي الله وضعها في الكنيسة طبعا من خلال اختيار الكنيسة لهذا الجسد ولهذه القيادات فإذا إذا في حد امريض وكانت الصلاة بشكل عام بوضع الأياد كما قال الرب يسوع في بشارة مرقص إسحاح 16 وهذه الأيات تتبع المؤمنين يخرجون الشياطين باسم يضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون ولاحظ هون معي بقول فليدعوا شيوخ الكنيسة فيصلوا يعني شيء حتمي هون الفاء أنه لما بيصلوا وبيدهنوا بزيت باسم الرب صلاة الإيمان تشفي المريض فإذا الصلاة هي بوضع الأيدي والصلاة ينبغي أن تكون بإيمان والصلاة يعني مثل ما ذكرت بوضع الأيدي بالإيمان وأنه الصلاة شيء ثالث دهن بمسحة الزيت زيت الزيتون طبعا والكتاب بقول وصلاة الإيمان تشفي المريض إن كان يعني بقول الكتاب في مرقص 11 آية 24 ومهما طلبتم حينما تصلون فآمنوا أن تنالوه فيكون لكم صلاة الإيمان لابد أن تعمل لأنه بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه لأنه ينبغي أن الذي يأتي إلى الله ينبغي أن يؤمن أن الله موجود يعني حي وأنه يكافئ ويجازي الذين يطلبونه فإذن هم بيتكلم عن شفاء كامل صلاة الإيمان تشفي وبنفس المعنى أيضا تعني صلاة الإيمان تخلص المريض والرب يقيمه وإن كان قد فعل خطية تغفر له فإذن هنا بيتكلم عن شفاء جسدي وشفاء روحي أيضا خلاص من الخطية فالمسحة مسحة الروح القدس أو مسحة الزيتون كما كان بمرسوها في العهد القديم مثلا في صموئيل الأول إصحاح 16 صموئيل مسح الملك بالزيت كان بيدهن بالزيت ولكن نفس المسحة التي ترمز إلى الروح القدس هي نفس المسحة التي طبعا بتكون وسيلة للشفاء عن طريق الإيمان لأنه مش إدهن زيت حمم شخص بالزيت إذا مش تايب من جوة وإذا مش طالب من الرب شفاء وغفران فإذا كل الموضوع باطل فإذا الفكرة المسحة بالزيت هي بالإيمان لازم تكون بالإيمان فالمسحة تستخدم كانت لمسحة الملوك رمز للروح القدس مكتوب عن يسوع روح الرب علي لأنه مسحني يسوع الذي من ناصرة الجليل كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة الذي جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتصلة عليهم إبليس لاحظ دايما المسحة مرتبطة في الخلاص بالتحرير وبالشفاء أيضا هذا ما ترى في كلمة الرب وطبعا الزيت كان قديما كل المسافرين بيحملوا زيت زتون لأنه كمان الزيت كان يستخدم بالطب كان يستخدم في الدواء وبتشوف هذا في قصة السامرة الصالح كان حامل زيت وكانت تستخدم أيضا للدواء والشفاء فإذن الشفاء أيضا شيء مهم أيضا عن طريق المحبة وعن طريق شركة الإخوة اللي بتطلع الإنسان من الأمراض النفسية والعقلية والروحية بحس أنه يعني بأمان باطمئنان فإذن الشفاء هو ينبغي أن تكون أولا بوضع الأيدي ثانيا ينبغي أن تكون صلاة بالإيمان ثالثا مسحة دهنة الروح القدس أو دهنة الزيت اللي بالإيمان بتحطها على المريض ورابعا من خلال وجود الكنيسة المحلية من قيادة روحية وإلى شركة روحية عن طريق المحبة والشركة الأخوية هنا بيكون طبعا شفاء لكل الجسد تعرفوا أن التلاميذ كانوا يمارسوا هذه العادة نقرأ في إنجيل مرقص إصحاح ستة من آية 12 مكتوب فخرجوا وصاروا يكرزون أن يتوبوا يتوبوا يعني يرجعوا إلى الخلاص وأخرجوا شياطين كثيرة ولاحظوا الكلمة ودهنوا بزيت مرضى كثيرين فشفاهم أمريض أحد بينكم أحبائي الشيء الجميل أن المسيح شفى بالوضع الأيدي بالمسحة بكلمة وحتى شفى من مسافة كما قال قائد المئة قل كلمة وإحنا اليوم عاوزين ننطق كلمة الإيمان في اسم الرب يسوع المسيح بقوة الروح القدس مهما كنت تواجه كتير مرضى وعن بيكتبوني بشكل يومي ففي ناس مرضى بالكورونا وفي ناس مرضى في السرطان وفي الرياب وفي ناس عندها كآبة ومشاكل نفسية ومشاكل في الإرادة وفي الإدمان ومحتاجة لتحرير يمكن مش حاملين زيت حتى ندهن الشخص بالإيمان حتى يشفى ولكن نثق بالإيمان بقوة الكلمة بقوة الكلمة يعني مكتوب أرسل كلمته فشفاهم عن طريق قوة الكلمة كل كلمة فاحنا راح نصلي وانت بغض النظر شو ضعفك شو مرضك جسدي أو نفسي أو روحي من فضلك ارفع يدك إذا مريض جسديا حط مكانك على مكان الضعف وكأنه وضع الأيدي بالإيمان لأن روح المسيح لا تحده أي مسافات ننطق هذه الكلمة في اسم الرب يسوع يا رب أنا بصلي من أجل كل مشاهد بصلي أنك تشفي جميع الأمراض النفسية والروحية والجسدية وأمراض الإرادة وأمراض اللي بتتعلق في الإدمان والقيود ومكبلة بأصفاد وأغلال العبودية بصلي من أجل حرية كاملة بصلي في اسم الرب يسوع كل آله صورة ضد أي شخص آله شريرة لا تنجح وكل مشورة شريرة من العدو تبطل الآن بفاعلية دم الرب يسوع المسيح منصلي يا رب بالإيمان لكل شخص وضع يده على مكان الضعف أو المرض بصلي يا رب أنك تشفي كل ضعف وكل مرض وتحرر كل مقيد في اسم الرب يسوع المسيح وبصلي يا رب أنك تلمس كل مريض وبصلي يا رب أنك ترد كل خاطئ وبصلي في اسم الرب يسوع يكون شفاء كامل لكل أسرة وبصلي يا رب أنه تحول اللعن إلى بركة وكل ضربة تتحول إلى بركة أيضا بصلي يا رب شفاء للجسد الكامل وبصلي أنك تتمجد من خلال هذه المعجزات وبصلي يا رب بالإيمان أنه أي شخص فعلا وثق بكلمتك وبعمل روحك القدوس الآن تتحنن وتشفي كل مريض وكل ضعيف عم بيسمعنا الآن في اسم الرب يسوع المسيح آمين آمين إذا الرب بألمسك وشفاك بحب أسمع منك اكتب لي وشارك هذا مع الآخرين ربنا يبركك